نعم ماذا أخذنا المقدمة وفيها أربع مسائل هذه المسائل هي أولا لابد نتعلم ثم نعمل ثم ندعو الأعذاف صحيح لو قلق قائل الآن هذه النار وهذا الصغير يمشي وأكاد يسقط في النار تتركه أو تنبهه من ينبهه في الجميع هنا من الذي يجيب عليه أن ينبه لا هذا فقط يجيب الكل أو واحد شخص بعيني أو هذا بعيني الذي يرى حال هذا تمام هذا في نار الدنيا فكيف بنار الآخرة نسر عافية السلام كيف أنت ترى الآن الكفار أوشك الوقوع في حفر النيران تراهم بعينك الآن أنت وانت عايش في هولندا صدق والله ما تحذره تعثم أو لا الآن لو يمشي قلنا الصغير هذا ويكاد يسقط هنا وانت تراه ومطلع على حاله ولم تنبهه سقط تعثم يضمنك السلطان القاضي يضمنك نعم فكيف بنار الدنيا وانت ترى الآن فلماذا بنعلم الناس التوحيد في فرق يا أخواننا بين الفتوى الفتوى هذه لها كبار العلماء لها القضاء الشرعيين أما الدعوة إلى الله الذي لا تشك فيه واحد بالمئة هذا لا متدعو إليه بالله هل يشك واحد فيكم في التوحيد هل يشك واحد فيكم في وجوب الصلاة المفروض الخمس إذن هذا ليست بفتوى هذه دعوة الدعوة الذي لا تشك فيه واحد بالمئة هذا لا متدعو إليه أما الفتوى لا يمكن أن أن نتكلم بها أبدا نعم ما الدليل على المسائل الأربع والعصر إن الإنسان اللي فيه خسر نعم يا أخي أقسام الصبر الثلاثة الأول الصبر على على طاعة الله حتى تؤدى عن معصية الله ما يمكن يقول على نعم عن حتى تشتنب والثالث أقدار الله ما يقدر الله سبحانه وتعالى هذا هو القسم الأول كثير من الناس يريد وجاهد ويقول أنا لماذا لو جاهد أول من تجاهد لابد تجاهد نفسك وجاهد وجاهد النفس والشيطان وعصهم أول من تجاهد تجاهد نفسك كيف وجاهد نفسي بسورة العصر تريد من الكافر يصلي صح يتعلم التوحيد يصوم صح إذا لابد أولا أنت إذا تجاهد نفسك بهذه المسائل الأربعة قبل أن تفكر في الجهاد في جهاد يعني الكفار والمنافقين أو ما لذلك سيأتي معنا بإذن الله تعالى والله أعلم ترجمة نانسي قنقر